أكد الرئيس عبد الفتح السيسي تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر وتطلع مصر للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شط الأصعدة وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس السيسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون حيث أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بالزيارة الأخيرة لأخيه رئيس الجزائري ضيفا عزيزا إلى مصر وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الجزائري أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة واهتمامها بتكتيف التعاون والتنسيق التنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية هذا وقد تطرق الاتصال إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ترجمة نانسي قنقر